أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في سلسلة دراسة جديدة سميناها مدرسة أفسوس أنا موجود في أفسوس القديمة وخلال هذه المراحل رح ندرس مع بعض رسالة بولوس رسول إلى أهل أفسوس وطبعاً رحلته إلى أفسوس ورح نتعلم دروس قيمة من وجود بولوس في هذا المكان أنا أدعوكم حتى تدرسوا معاي هذه السلسلة تقرأوا هذه الرسالة لأنه رح أركز أكتر على الخلفيات الحضرية وأيضاً من كلمة الله لكن أنا بشجعك أنك تقرأ الكتاب المقدس وأيضاً تفسير حتى تتعمق بهذه الرسالة بالواقع اللي إحنا رح نقدمه رح يكون بمثابة مذاق حتى إن شجعك أنك تخوض في كلمة الله تتمتع فيها وتدرسها أكثر عمقاً هذه الدراسة الغرض منها أنه مش بس ندرس عن حياة رسول بولوس العظيم لكن عن أعظم رسالة أو واحدة من أعظم الرسائل اللي كتبها الرسول بولوس إلى هذه الكنيسة في هذه المنطقة ابقوا معي سأعود بعد قليل أعزائي دعوني أبتدأ في هذه الدراسة أعطي خلفية عن هذه البلدة القديمة حتى تساعدنا نفهم أكثر لما بولوس كتب إلى المعاصرين بأيامه وإلى الكنيسة اللي ابتداها في هذا المكان تاريخ أفسوس تاريخ عريق جداً اكتشفوا أثرات بتعود لأيام الحثيين لكن أكثر ابتدأت ألف سنة قبل الميلاد عندما جاء الأثينيون وسكنوا في هذه المنطقة وأقفز تاريخياً إلى الفرس اللي احتلوا كل منطقة آسيا الصغرى وبعد الفرس جاء الإسكندر الأكبر وجعل من هذه المنطقة منطقة استراتيجية مهمة وأيضاً هذا الشارع لما دخلنا في بوابة تسمى بوابة هيركليس هي بالواقع بوابة الإسكندر الأكبر لأنه كان يدعي أنه من سلالة هيركليس الذي قتل أسد نيمياً وطبعاً يمكن بتشوفه في المدخل أليكسندر أو الإسكندر على راسه شكل الأسد أفسوس طبعاً تاريخها أكثر من أيام اليونانيين والرومانيين فاللي بتشوفوا في هذه المنطقة هي بالواقع أكثر حضارة رومانية تستطيع أن ترى بصمة وطابع الرومان في كل شيء في هذا المكان اعتاد الرومان في أي منطقة بيحتلوها أن يجيبوا روما أي كل حضارة وثقافة وهندسة روما بيجيبوها لنفس البلد اللي بيكونوا موجودين فيها هذه الحضارة العريقة طبعاً جعلت من أفسوس مدينة استراتيجية مهمة جداً ولسيما في أيام الرسول بولوس وما بعد فأفسوس أصبحت عاصمة الرومان في آسيا الصغرى عندما تحول المركز من بارجاموس إلى مدينة أفسوس وفي تلك الأيام كان تعداد هذا البلد أكثر من 300 ألف نسمة طبعاً لأنه البلد جميلة جداً كانت تعتبر مدينة تجارية فيها ميناء كبير جداً ميناء أفسوس وطبعاً لما دخلنا من الشرق لكن عادة الدخول من الغرب من منطقة بحر إيجية إلى طريق الأركادي أو يسمى طريق الرسول أو طريق الميناء في تلك الأيام وكان يدخلوا إلى هذا البلد كانت طبعاً ميناء كبير حتى تأتي بالتجارة كانوا يأتون مثلاً بالقمح من مصر وكان يصدرون من هذا المكان زيت الزيتون وبضائع أخرى كانت السفن تأتي إلى الميناء لكن مع الزمن ابتدأ تنشف المنطقة بسبب نهر كيستر الذي كان يصب في البحر ويأتي بالطين والطمي مما كان يسبب صعوبة لدخول السفن فالرمان حفروا قناة حتى يوصلوا هذه البضائع أو التجارة لكن طبعاً كانت معركة خاسرة مع الزمن لأن الطمي كان بزيد والطين كان عمال بزيد والبحر أخذ يتراجع إلى الوراء لكن بقيت مدينة تجارية قوية كانت تعتبر بوابة آسيا يعني كل اللي عاوز يدخل لآسيا كان لازم يدخل من منطقة أفسوس كانت تعتبر الخزني أو بنك آسيا بسبب الموارد الموجودة فيها وبسبب أن الناس كانت تأتي لعدة أسباب مما كانت تدعم مادياً في هذه المنطقة الرمان عادة بنوا طرق قوية وهذه الطرق حتى يوصلوا المقاطعات الشرقية بروما غرباً والطرق كان بيوصلها في كل مكان بين المدن الرئيسية والموانئ الرئيسية حتى يحافظوا على التجارة ويسيطروا على كل العالم القديم أنذاك فكانت تسبب أرباح كثيرة عادة عن ذلك أفسوس كانت تعتبر مدينة سياحية فالمكان جميل جداً من المنطقة العليا الأغورا طبعاً الإدارية المدنية السياسية في أماكن القضاء الموجودة هناك وبعد بوابة الإسكندر أو بوابة هوركوليس كان فقط الأفسوسيين اللي بيحمل الجنسية الأفسوسي كان يكون في هذه المنطقة لكن هذه المنطقة كانت عامة لكل الناس كما ترون هياكل في كل مكان هذا الشارع مبلط في البلاط الكبير أعمدة على الطرفين وأحياناً في درجة بيأخذ إلى مناطق عليا لأن المدينة كانت بين جبلين والأبنية كلها والبيوت كانت مبنية على مدرج مما طبعاً جعلها جذابة الهياكل في كل مكان مثلاً في هذا المكان هيكل للمبراطور هدريان تخليداً وتكريماً له وهياكل أخرى منها أهم هيكل هيكل أرتميس ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل لأنها تجد مبنية على قليل أوكي بقید لأنها تجد مبنية على قليل أجل أخريك بسرعة مبنية على قليل وأحياناً أجل مبنية على قليل باقرار من المنطقة باقرار من الأحيانات اشتركوا في القناة أعزائي كما ذكرت أن أفيسوس كانت تعتبر مدينة سياحية ذكرت عن الأجورا العليا أو الساحة العام اللي كانت لمنطقة أو أهل أفيسوس لكن الأجورا السفلة تعتبر أجورا الميناء أو الأجورا التجاري الساحة العام وأن كل الناس كانت تجي تشارك في بضاعتها أو تبيع تشتري تتجمع الناس خطب دينية سياسية إلى آخره وكانت مشهورة في بيع الهياكل الصغيرة لأرطميس وأيضا كانت مشهورة في التعويذ والكتب السحرية فتشوف هياكل في كل مكان وأيضا عظمة أفيسوس تشتهر أنها مدينة ثقافية كما ترون خلف واحدة من أكبر مكتبات العالم قديما كانت تعتبر المكتبة الثالثة بعد الإسكندرية وبعد مكتبة بارجاموس هذه المكتبة بناها شخص تخليدا وتكريما لأبوه اللي كان حاكم في هذه المنطقة وكانوا يملكون 200 ألف مخطوطة أو كتاب وكانت الناس اللي بحب الثقافة كان بيجي يدرس عدا عن مدارس الفلسفة اللي كانت موجودة في هذه المنطقة واحدة منها مدرسة تيرانوس المسكور في أعمال الرسل إصحاح 19 عدا عن الهياكل كان أيضا حمامات في كل مكان وأيضا المسارح في المنطقة العليا في مسرح صغير للبوديوم كان يعتبر للفن والرسم والخطابة أيضا لكن المسرح الكبير وانت جاي من الميناء في الطريق الميناء بتشوف مسرح كبير كان ممكن يسع إلى 25 ألف شخص تاني مسرح في الحجم في العالم الروماني المسرح الأكبر كان الكولوسيوم في روما المسرح التاني اللي كان موجود في أفسوس وعلى الأرجح بولوس خطب في هذه المنطقة العامة وأيضا عندما حدث الشغب العظيم ضد بولوس كانوا في تلك المنطقة أيضا أيضا كانت تعتبر مدينة رياضية لأنه اكتشفوا جيمنازيوم كبير مسرح للألعاب الرياضية اللي كان بيجتذب معظم الرياضيين في العالم إلى هذا المكان كانت تعتبر مدينة الإدارية لآسيا الصغرى والأمور المدنية والسياسية من أفسوس فكان الحاكم ييجي إلى هذا المكان وأريد أن أقول في الختام أن هذه البلد تنتمي إلى الإلهة أرطميس أرطميس الأفسوسية أرطميس هي كانت إلهة اليونانيين إلهة الصيد لكن عندما جاءوا الرومان إلى هذا المكان كانت أفسوس تفتخر بل تشتهر بهذه العبادة وكانوا يعتقدون أن أرطميس أو تمثال أرطميس سقط من السماء وهي ابنة الإله الأكبر زافس أو زوس أخت الإله أبولو إله أرطميس في أفسوس أو في منطقة آسيا كان لها مكان خاصة بنوا لها معبد كبير أكثر من 127 عمود يعتبر كل عمود تحفي في الفن والمعمار أيضا والفن الهندسة كانت تعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع لكن اليوم فيه بس عمود صغير اندثر هذا المعبد كليا هذه البلدة أيضا كانت تشتهر بالسحر والكتب والتعويض السحرية رح نحكي أكثر عن أفسوس خلال الحلقات القادمة لكن عاوز أقول في البداية كأنها أول حلقة أن هذا شرف كبير أن أخدم الرب في نفس المواقع الكتابية اللي زارها بولوس الرسول اللي زارها يحن الرسول واللي زارها تيموثاوس وعلى الأرجح القديسة مريم العذراء وآخرون كثيرون اللي مشيوا بنفس الطريق هذا الطريق القديم الروماني اللي كانوا بركة لكل المجتمع ليس فقط لآسيا لكن إلى يومنا هذا بصلون هاي الدراسة تكون بركة لحياتك ما هو تحضز أكثر من الأرض أحد من الأرض أن يتعرفون أن يرون أفهم أن يرون على أفكاد أفهم دون أفكاد دون أفكاد في العالم المقرنة أفكاد توطيق لم يرون خلال أفكاد هناك ثاني لمحة ملفة بما حuckles أرمان سنوات سنوات وكثبت عليها كيهما ظهل في مدرعة ما ترسمية منطر المنظر ومعاوا لعبة المنظر دوني سنوات لكي قام بالكلمة قمت بالكلمة فريما ترسميه لحظة المنظر والأيام من المنظر إنها مرد أما يتبعوني من غير مرحلة وكذلك كانت هناك في المنطقة في المنطقة على الاجتماعي بشكل المنطقة لتعارب الزراء ثم أن يكون قدر بالفعل في الاجتماعي تأتي إلى المنطقة الأبادية وأتحكم إلى المنطقة الأماكن في المنطقة أجل إلى أن تذهب الى ذلك وكذا يمكنني أن تقلقه على المنطقة بسطن، أليس عدد من الفنة and then you walk down this colonnade to the area where you see the Great Library of Celsus and then you walk across to the Great Theater along the Forum at that time. Of course, the Greek word for Forum is agora, the agora, the marketplace, which is the center of Ephesus. And then, of course, you have the Great Theater of Ephesus and then the view from the Great Theater would really be spectacular. The Greeks had a wonderful idea. If you're ever bored by what's happening on the stage, you still have a beautiful panorama to look out at. And so you had the Aegean Harbor coming in there and it was just a spectacular sight. It is to the present day, as a matter of fact, also. A'azzae min wosil dirasetna an madrasa't Ephesus min madinat Ephesus al-qadima. في هذه الحلقة رح أتكلم عن خلفية بولوس الرسول من هو بولوس الرسول اللي جاء لهذه المدينة العظيمة مدينة أفسوس رح نعرف خلفية عنه خلفيته اليهودية وخلفيته الرومانية ورح نعرف أيضا كيف تغيرت حياته وأصبح رسول للأمم أنا بدعوك أنك تشاهد هذه السلسلة سلسلة الدراسة من مدرسة أفسوس ورح تكون فيها استفادة وبركة روحية لحياتك وبشجعك أيضا أنك تشجع آخرين على هذه الدراسة رح تكون بمثابة مذاق حلو حتى تشجعك أنك تقرأ في الكتاب المقدس أعزائي ابقوا معي سأعود بعد قليل أعزائي مدينة أفسوس مدينة سياحية سواء كانت في أيام الرسول بولوس حيث كان يأتي السياح من كل أنحاء العالم ليشاهدوا هذه المدينة العظيمة منها طبعا مكتبة سلسيوس اللي كانت تعتبر تالت أكبر مكتبة في العالم بعد الإسكندرية وبعد بيرغاموس اللي كانت تحتوي على أكثر من 200 ألف مخطوطة في هذا المكان وأيضا ليس بعيد من هذا المكان المسرح الروماني اللي كان طبعا ممكن يجلسوا فيه 24 إلى 25 ألف شخص فالسواح تأتي من كل الأماكن حتى تشوف الأثرات القديمة وشكر خاص طبعا للرسول بولوس اللي ترك بصمي وطابع خاص في هذه المدينة وقبل ما ندرس أفيسوس محتاجين ندرس من هي هذه الشخصية العملاقة شخصية بولوس الرسول اللي أثر في كل آسيا الصغرى وبالتحديد في هذا المكان وفي هذه المقاطعة بولوس الرسول اللي هو شاول الترسوسة ولد في ترسوس في مقاطعة كلكية وبحسب الكاتب جيروم أنه أبوي بولوس هربوا من فلسطين بسبب الاحتلال الروماني وجاءوا وسكنوا ترسوس وطبعا اشتروا ودفعوا ثمن باهظ للجنسية الرومانية ويقال طبعا أنه الرسول بولوس ولد في الجنسية الرومانية لأنه كانت ترسوس مقاطعة رومانية في آسيا الصغرى ترسوس أيضا كانت تعتبر واحدة من أكبر أو من أعظم جامعات العالم اللي كانت تضاهي الإسكندرية وأثينا بولوس الرسول طبعا تخرج من هذه الجامعة بالثقافة الرومانية والحضارة الهلنية والفلسفة اليونانية وبالطبع درس أكيد فلسفة سقراط أفلاطون وأرسطو ودرس الفلسفات المعاصرة في أيامه فلسفات الأبيكوريين والرواقيين أيضا وأيضا كانت ترسوس تعتبر ملتقى الطرق أو ملتقى الحضارات التي كانت تربط بين حضارة الشرق وحضارة الغرب في هذه المدينة ولد شاول الترسوسي أو بولوس الرسول وحتى طبعا ما أشوش الفكر كان الشخص اللي بيحمل جنسية رومانية كان عنده ثلاث أسماء الاسم العبريت مثل شاول والاسم الروماني وطبعا الاسم الثالث لربما يكون الاسم اسم العائلة كما العادات اليوم في الشرق الأوسط لكن أيضا بولوس كان شخص ضليع في الدين فكفريسي بعمر خمس سنوات بيبتدي يدرس الكتابات وبيدرس طبعا الوحي وكلمة الله ابن عشر سنوات بيبتدي يدرس التقاليد اليهودية ابن تلات عشر سنة بيتحول من الطفولة إلى رجول بيعملوا ما يسمى بار ميتسفا ويسمى ابن الوصية وبيبتدي في دراسة عميقة جدا للشريعة اليهودية ابن أربعة عشر سنة بيبتدي ينغمس في كل هذه الدراسات ويصبح عضو طبعا ودارس ضليع في هذه الأمور شيء آخر مهم جدا نعرفه عن بولوس الرسول أنه درس وتدرب عند رجلي أعظم معلم في القدس أورشليم جمال إيل اللي هو كان حفيد المعلم الأكبر أو من اللي جاء منه مدرسة هليل هليل كان متفتح نوعا ما وأيضا جمال إيل كان متفتح نوعا ما فلماذا كان بولوس متعصبا جدا ضد المسيحيين لربما رأى أمور أو اختبر إشياء ليحافظ على ديانته وعلى غيرته طبعا هو تكلم عن نفسه أنه مختون في اليوم الثاني من صبت بن يمين عبراني العبرانيين يعني هو الأصل والختم من ناحية البر طبعا كان عنده البر الذاتي كان غيور كان متطهد الكنيسة واتكلم عدة مرات عن شهادته من خلال كتاباته أيضا رح نعرف أكثر عن بولوس الرسول ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى موسيقى شكرا جدا مشاهدني فهوا من الشمية الملوك على المكان للغرض في مدينة تلك النظام العالم تلتشفى هناك بطريقة ما يت Tangي재 مرحلة تكتب في مدينة الفكرة حادثني ثم آلادح امدرحة أمدارية تلك التمية مع كانت أيضا في مدينة الفكرة إذا كنت رئيسا في مدينة الفكرة فهما كانتظه لمدة جيدة و تنظره لا يمكن عيوها وذلك لم تنتجدت فهذا لم تكن على الجغة وهذا ما هو مملكة الشخصة و كل جرد معيناتة بالعملية و مملكة مما يساعدون و من الشمكات و معاسهم and of course the usual prostitutes and camp followers and whatever else. So I wonder why St. Paul would want to get to Ephesus so badly and I think here's the reason. If he could conquer for Christ in Ephesus, he could probably conquer for Christ anywhere. والحضارة الهلينية هذا يعني أنه كان يتكلم عدة لغات كان يتكلم اللغة اليونانية وأكيد كان عنده أو إلمام في اللغة الرومانية لكن حتما كان يعرف اللغة العبرية لأنه دراسة الكتاب المقدس باللغة العبرية وكان يتكلم اللغة الأرامية لأنه كانت اللغة المتعارفة عليها اللي كانوا بيتكلموها في الأراضي المقدسة أكيد كان يروح للقدس ثلاث مرات في السنة الأعياد الرئيسية والرسمية وكان يبات أو يكون عند أخته التي كانت تسكن مدينة أورشاليم هناك تدرب عند رجلي جمال إيل وأصبح أعظم معلم وفريسي الفرسيين وأخذ أوراق حتى يضطهد المسيحيين في سوريا يحضرهم ويسلمهم إلى السلطات لكن تقابل مع الرب يسوع المسيح المقام على الطريق إلى دمشن وهذا اللقاء غيرت حياة شاول الترصوصي قال له يسوع لماذا تضطهدني قال شاول الترصوصي ليسوع المسيح من أنت يا رب ومن هذه اللحظة الرب يسوع أعطاه الدعوة والكيفية أنه كيف يخدم وأنه ينبغي أن يتألم من أجل المسيح وأنه أيضا سيكون رسول للأمم كما قال عن نفسه في أعمال الرسل إصحاح 13 آية 47 أقمتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض وكما قال في نفس أفيسوس أو قريب من أفيسوس في ميليتوس قال ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله نعم سفر أعمال الرسل بيتكلم عن تغييرات جذرية عن انسكاب الروح القدس وأيضا ولادة الكنيسة الأولى عن تغيير شاول الترصوصي تغييرا جذريا وأصبح رسول للأمم وأيضا الحدث الثالث هو دخول الأمم إلى شعب الله وبولوس الرسول نشر هذه الرسالة مبتدئا في مقاطعات آسيا وفي الرحلة التبشرية الثالثة مكث في أفيسوس لمدة ثلاث سنين ولأنه فريسي وابن راباي كان بيشتغل بإيديه كان صانع للخيام لأنه القول الربانيين يقول إن لم تعلم ابنك حرفة تعلمه أن يكون لصا أو سارقا فجاء إلى أفيسوس وكان بيشتغل في إيديه وكان مستأجر مدرسة اسمها تيرانوس وكان يعلم في هذا المكان وحدثت نهضة عظيمة في أفيسوس وتغيرت هذه المدينة وابتدأت المسيحية وانتشار المسيحية من هذا المكان إلى كل مقاطعات آسيا هذه خلفية بسيطة عن بولوس الرسول حتى لما ندرس عنه في أفيسوس نعرف أنه كان شخص تغيرت حياته وفعلا هو من آسيا عنده علم في هذه المناطق وأنه جاء إلى مدينة أفيسوس ليتكلم عن الرسالة المسيحية وصلي من كل قلبي أنه هذه الرسالة لمست حياتك وتكون بركة لإلك ترجمة نانسي قنقر